ما الذي يحدث في جبهة الضباب؟ سؤال أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى فخلال الفترة الأخيرة تنوبت السيطرة على التباب الرئيسية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع ففي الصباح تسيطر المقاومة وفي المساء تستعيد المناطق المحررة ميليشيا الحوثي مما قد يكون له انعكاسات على سير المفاوضات المنتظر انعقادها في الكويت منتصف الشهر القادم حسب المراقبين فيما يبدو أن قوات المخلوع صالح والحوثي تحاول التحرك بأقصى طاقاتها لإحراج تقدم على المستوى العسكري من شأنه تحقيق مكاسب ميدانية لدعم المفاوضين سياسيا خلال المحادثات هذه الاستراتيجية ليست بجديدة على التحالف الحوثي والمخلوع فقد سبق أن تم استخدامها أثناء سريان مدة الهدنة في المفاوضات التي عقدت في جنيف سابقا قوات التحالف هي الأخرى تنظر للمشهد الحاصل في تعز بتوجس واهتمام كبيرين حيث تكثف ضرباتها على ذات المناطق التي استعدتها الميليشيا في الضباب غربي المدينة ليصبح من غير المجدي مواصلة البحث عن أسباب المواقف التي أدت إلى تقدم الميليشيا فيما يتعلق بوعود دعم معركة تحرير تعز